دعا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور المؤسسات الأممية للتحرك والطلاع بمسؤولياتها من أجل استئناف العملية التعليمية في ظروف آمنة داخل الأراضي الفلسطينية خاصة في قطع غزة أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن أكثر من ستمائة ألف طفل في قطع غزة محرومون من التطعيم للعام الثاني على التوالي لافتا إلى أن هناك تواصلا مع المبادرات التي تقام حاليا في مراكز الإيواء بحيث تتضمن مواد تعليمية تقرها الوزارة لاعتمادها رسميا